كان رمضان قبل الماضي أعلننا لو حضرتك متذكرة إن إحنا مش هنزود الأصعار رغم إن الأصعار كلها زادت لأ بس في نخل معين قلنا ده هيبقى زيدة ألف جنيه ألا وهو الأنسجة الأنسجة دي عبارة عن نخل أقل من الفسيلة في الحجم اللي إحنا شفناها دي بتزرع في بيئة نفس البيئة اللي هي بتزرع فيها فدي أغلى يعني أنت حضرتك نظر عينك صغيرة حبتين لا دي أغلى من التانية رقم واحد طبعا لأمرين لكن إحنا خدنا خمس تلاف جنيه هم هم طبعا أيوم ما غللناش بس دي كانت مزروعة في نبض من فترة في الأنسجة عبارة الخيم الخيم الحناجر دي الصغب الصغب أصنا الصغب دي كانت الأنسجة الموجودة داخل الصغب دي الأنسجة اللي كانت موجودة عندنا داخل الصغب اللي هي الرعاية الخاصة جدا أيوة بتحتاج لرعاية معينة وبئة معينة طب دي أحسن من الناخل لأمرين مش لنقوة كله اسمه ناخل من الفسائل التانية لأمرين الأمر الأول أن هي بتنتج أسرع يعني المرحلة السبعة دي خلي بالك هتتميز أن هي هتنتج قبل المرحلة الستة إيه ده؟ الفسائل وده بعلماء هندسة يعني أنا بس لما أعدنا معاهم وتكلمنا معاهم حتى إحنا بعد الزراعة بيبقى في حفلة أيوة فتم توضيح هذا الأمر للسادة المتبرعين اللي كانوا موجودين تمام يا جماعة خلي بالكم دي اسمها أنسجة والنسيج بأغلى من الفسيلة وإحنا الحمد لله كان ربنا سبحانه وتعالى قرم علينا من سنة بمجموعة من الأنسجة فهي دي اللي موجودة معنا في المرحلة السبعة تمام والنسيج بيبقى أغلى لأن رقم واحد بيبشر بدري رقم اتنين نسب النجاح فيه فعلا بتسعة وتسعين في المية اللهم شرعان ما فيش حاجة سماء مية في المية في الحياة لكن ده فعلا ده أعلى شيء التاني بيبقى تسعين في المية أما ده تسعين في المية نسبة النجاح فيه ما شاء الله فالحمد لله عايز أقول لحضرتك إن المتابعة في المرحلة الأولى والتانية بتلاقي إيه عشر نخلات ماتهم فإحنا طبعا بس بنعوض طبعا لسه أنا كاملتش كلام لما تلاقيت عشر نخلات ماتهم إيه اللي بيتم؟ بيتم تعوده مباشرة خلاص فإحنا مع المتابعة بتلاقي فيه حاجات بطوعة أيها طبعا فبيتم تعودها في الأنسجة هنا لا ففضل الله سبحانه وتعالى كله إن شاء الله فل لإن نفس البيئة اللي تربط فيها هي دي نفس البيئة ونفس الرعاية بتكمل ففيه كم حاجة معينة علماء الزراعة الهندس الزراعية هم فعلا يفهموا معنى ما أقول جيدا إن الأول منظر بتاع عينك لكن بص عليها بعد سنتين هتلاقيها سابقة المرحلة اللي قبلها يا رب أنا بس حبيت أوضح برضو لأن أنا لفتت نظري طبعا أنا باتفرج على التقرير لفتت نظري فسألت مولانا قال لي اسأليني السؤال ده على عادي يعني قال لي قال إن أنت زيك زي الجمهور طبعا فالجمهور برضو يحب يستفسر فقدينا وضحنا دي نفس